اشتركوا في القناة لتلاميذ السنة الثانية متوسط الفصل الأول النموذج الثاني الآن نحاول ندرككم عدة نماذج في المواد الأساسية في كل من السنوات الأربعة إذن لدينا الفصل الأول النموذج رقم اثنان ولنبدأ مباشرة مع فيديو اليوم لدينا السند أو النص نقوم بقراءة النص العائلة رمز الاستقرار والأمان ومدرسة التربية والأخلاق نعمة كبيرة لا تقدر بثمن فهناك كثير من الأشخاص يفتقدون وجودها فيشعرون بالنقص والغربة لأن الإنسان يحتاج إلى أن يشارك أفراحه وأحزانها ونجاحه وفشله مع عائلته كما يحتاج إلى من يشعر به فمن كان بلا عائلة لا يمكنه الإحساس بهذه التفاصيل الجميلة أو الحزينة مع أي كان فالعائلة هي المكان الدافئ الذي يلجأ إليه الشخص حينما يتعب أو يغرق في بحر الدنيا بل لا يوجد أحلى من جو العائلة خاصة حين يجلسون ويمرحون لكن لا تكتمل السعادة إلا في وجود الوالدين فهما لذة العيش الصافي وبحر الحب والعطاء الذي لا ينتهي إذن هذا هو السند بالنسبة للنص تاعي نصيحة نقراوه على الأقل مرتين بعد ما كملنا القراءة عن نص كيف نعرفوا باللي ما نزيدوش نقراوه مرة أخرى نسألوا رواحنا على واش رهو يتكلم الكاتب يعني رحين نمدوا فكرة عامة هذه قبل قبل ما نروحوا الأسئلة رحين نمدوا فكرة عامة إذا قدرنا أن نمدوا فكرة عامة وفهمنا المفهوم العامة عن نص ثم نروحوا لجزء الأسئلة لدينا الأسئلة الوضعية الجزئية الأولى 1. ضع فكرة عامة مناسبة للسند 2. ماذا تمثل العائلة في نظر الكاتب 3. متى تكتمل السعادة 4. اشرح الكلمات التالية لدينا يلجأ ويمرحون بالنسبة لأسئلة الوضعية الجزئية الأولى أول سؤال رح يكون سواء وضع فكرة عامة مناسبة ولا عنوان نعرفوا إحنا الفرق ما بينتهم تعرفنا علي في كل الفيديو نعودها عند ذلك الفكرة العامة تكون عبارة عن جملة أو يعني على الأكثر عبارتين يتكلموا أو عبارتين عندهم مفهوم عام على وشكاين في النص والعنوان بالنسبة للعنوان يطلب مني إنو نستخرجها من النص ولا طلب مني إنو نستخرجها من عندي كي يطلب مني إنو نستخرجها من عندي مثلا إشرح الكلمات التالية ما قال ليش من نص إذن مباشر طرها من عندي نحاول نركز على مفهوم الكلمة في السند لأنو يلجأوا يا مرحون الكلمات هذو للزوج كينين في النص نحن نشوف الجملة اللي جوا فيها وكيفاه نقدر أن عوضهم الوضعية الجزئية ثانية أول سؤال فيها رح يكون حول الإعراب يطلب مننا إعراب ما تحتها خط في السند إعرابا تاما وبعنا الإعراب ما هوش يجيب لي كلمات غريبة علي رح يجيب لنا كلمات من دروس قريناهم ثانيا رح يطلب مننا إنو نستخرجوا نستخرجوا هنا عامة رح تكون حول فهمنا للدروس وأيضا تركيزنا مع السند السند نركزه مثلا كينكون نقرأ في السند ونلقى مثلا مثلا درس قريطه ولا طباق ولا عبارة عن تشبيه ولا نسطر عليه باش مثلا كون يجييني سؤال لتحته ويقول لي استخرج مثلا فعل معتل نقول أنا كي قرأت النص تاعي راني لقيت فعل معتل تمامك الله نزيد نضيع الوقت تاعي ونحوس على فعل معتل إذن مباشرة نعود ونكتبوه إذن هذه ناصيحات قد تختصروا بها الوقت خاصة في اللغة العربية نوعه اسم مقصور اسم منقوص حرف عطف ومعناها هنا ملاحظة فقط كي قل لي حرف العطف ومعناها معناها ماذا يفيد ماذا يفيد ثالثا حدد أركان التشبيه ونوعه في العبارة التالية العائلة رمز الاستقرار العائلة رمز الاستقرار وشو نوع هذا التشبيه وش هما الأركان نتاعه بعدها رحين تعرفوا الانواع تتشبيه كاملة ونذكروا وشو ما الحوايجة لفهم أما أركان تشبيه فهي واضحة لأنه كي نعرفوا النوع مباشرة رحين نعرفوا الأركان رابعا استخرج من السند طباقا وبين نوعه رحين نستخرجوا من نص الطباق ونبينوا النوع نتاعه بالنسبة للمحسنات البديعية دائما نركزوا على الطباق أيضا نستجعوا الجيناس هذو الثلاثة يجيوا بالزعف الوضعية الإدماجية السياق أعجبت بموقف أختك الصغرى وهي تستجيب لتوجيهات الأم حول إكرام الضيف الذي حل أي جاء بداركم ذات مساء جاء لداركم نقول حل بداركم أو جاء لداركم أي بيتكم ذات مساء السند العائلة رمز الاستقرار والأمان التعليمة الآن تعليما نركز عليها بزاف لأن التعليمة رح يمدلي فيها وش رايحها ندير ولو ش رايح نديره في الوضعية الإدماجية بالتحديد قالنا أولا صمم نصا قدري يقولي نص سردي نص وصفي إذا نركز عليها هذي صمم نصا أنا ما قال ليش من عشرة أسطر عشرة أسطر دايما نحتار ملعدة تعل الأسطر اللي مدهولي مثلا قال لي عشرة أسطر ما نروحش ندير أنا إثنى عشرة سطر أو خمسة عشرة سطر لا من عشرة أسطر تثمن فيه ما معنى تثمن فيه أي تذكر فيه للقيمة تعدور الأسرة في ترسيخ قيمة إكرام الضيف بين الأبناء وهذا موظفا مكتسباتك القبلية أي الدروس اللي تعرفنا عليهم من قبل هنا من المستحسن هنا في التعليمة ما قال ليش الدروس المعينة لقرناهم ولكن نحاول أن نذكر أو نحط في الوضعية المجيئة تعنا هذه الدروس لقرناهم أو نوضف المكتسبات القبلية تعنا لأنه أيضا عليهم نقاط مثلا نوضف الاسم المقصر الاسم المنقص حروف العطف إلى آخرها وبعد الحل أو بعد حلكم واختباركم لأنفسكم ننتقل الآن إلى جزء الإجابة أول سؤال طلب مني أن أضع فكرة عامة مناسبة لهذا السند بالنسبة للفكرة العامة نستطيع أن نقول هنا في النساء لو شاو يتكلم لي هدر لي على نعمة العائلة وأهميتها بالنسبة للإنسان خصوصا وجود الوالدين إذن هذه تصلحنا كفكرة عامة أما كنقال لي مثلا ضع عنوان نقول مثلا العائلة مصدر الحب أو أهمية العائلة أو دور العائلة يعني عامة مثلا نتكلم لي على العائلة على واش تكلم هنا بالنسبة للعائلة تكلم عن دور تاح الأهمية تاح القيمة تاح إذن نذكره كعنوان مثلا دور العائلة أو أهمية العائلة إذن كفكرة عامة مناسبة للسند نستطيع أن نقول نعمة العائلة وأهميتها ودورها في حياة الإنسان ثانيا ماذا تمثل العائلة في نظر الكاتب بالنسبة لهذا الأسئلة هذا الثاني والثالث رايحين نستخرجوا الإجابة تاح من أنص إذن بالنسبة للكاتب تمثل له العائلة رمزا للاستقرار والأمان ومدرسة للتربية والأخلاق ونعمة كبيرة إذن تمثل العائلة في نظر الكاتب رمزا للاستقرار والأمان ومدرسة للتربية والأخلاق وجهة نظر الكاتب هنا تكون في البداية أنت النص العائلة ففي البداية قلنا العائلة هي رمز الاستقرار والأمان ومدرسة التربية والأخلاق ونعمة كبيرة السؤال الثالث متى تكتمل السعادة؟ إذن متى تكتمل السعادة؟ قال لنا السعادة هنا قلنا لكن لا تكتمل السعادة إلا في وجود الوالدين إحنا وش نقوله؟ تكتمل السعادة بوجود الوالدين فهما لذة العيش الصافة إذن تكتمل السعادة بوجود الوالدين فهما لذة العيش الصافي وبحر الحب والعطاء الذي لا ينتهي رابعا شرح الكلمات التالية لدينا يلجأ ويمرحون إذن بالنسبة لأول كلمة وهي يلجأ بالنسبة للمصطلحات نحاول مصطلح مثلا عندي فعل يلجأ المراد يفتعه يكون فعل مثلا يما راحونا نفس شي فعل نحاول المراد يفتعه يكون فعل كون كان عندي اسم نمد المراد في اسم نحاوله هنا مثلا يلجأ إليه الإنسان اللجوء أو جاية من كلمة ملجأ الملجأ هو المكان اللي يلجأ له يعود له أو يرجع له أو يذهب له الإنسان إذن يلجأ المعاد يفتعه هو يعود أو يرجع بالنسبة لكلمة يلجأ موجودة في سطر الخامس من أنس الكلمة الثانية وهي يمرحون المعاد يفتعه هي لدينا يتسلون ويلعبون يمرحون موجودة تقريبا في سطر قبل الأخير من النص يمرحون يجلسون ويمرحون نقصد بها يلعبون ويتسلون إذن يلجأ يعود أو يرجع يمرحون يتسلون ويلعبون الوضع الجزئي الثاني الآن سوف نقوم بإعراب ما تحت خط في السند أول مصطلح تحت خط في النص هو والأمان عندنا هنا الرمز الاستقراري والأمان هنا الأماني فقط ليس الواو لأنه كني دير لي الواو رايحة نعربها ولكن هدر لي الأماني هنا مدام قبلها حرف عطف إذن الأماني لو اجتمثل تمثلنا اسم معطوف اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخرها أما الكلمة الثانية قلنا إلا في وجودي وجودي هنا ليس فعل ركزوا ليس فعل لأنه ممكن هنا يقول لي عبارة عن فعل لا هي عبارة عن اسم بعد ماذا؟ بعد حرف جر إذن رح نسميها اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخرها إذن الأمان اسم معطوف مجرور وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخرها وجود اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخرها الآن سوف نستخرج من النص ما يلي أولا فعل معتل أي أحد حروفه هي عبارة عن حرف علة هنا من أحد الأفعال اللي دايما تكون في النصوص هي الفعل كان أو الفعل نقص كان نعتبره هنا فعل معتل إذن بالنسبة لنوعه هنا هو عبارة عن فعل معتل أجوف لماذا؟ لأنه معتل الوسطة معتل الوسطة كان هنا حرف الألف كان اسما مقصورا لدينا اسما مقصورا لدينا الدنيا ولدينا أحلى الدنيا بالألف الدنيا ولدينا أحلى هذه عبارة عن أسماء مقصورة للزوج نحاول نركز في النص لدينا في بحر الدنيا ولا يوجد أحلى موجودين في نفس السطر لهو عبارة عن سطر تقريبا السادس نعم السطر السادس في النص اسم منقص لدينا الصافي العيش الصافي آخر سطر في النص وحرف عطف لدينا الواو مثلا الاستقرار والأمان التربية والأخلاق ونجاحه وأحزانه إلى آخره وأيضا لدينا أو أو يغرق حينما يتعبوا أو يغرقوا أما بالنسبة لمعناه الواو لدينا الجمع والمشاركة أو لدينا الربط والتخيير ثانيا سوف نستخرج من السند لدينا فعل معتل لهو كان نوعه لدينا أجواف الإسم المقصور والمنقص أولا ما هو الإسم المقصور هو إسم معرب آخره ألف لازمة مفتوح ما قبلها هذه الألف سواء ألف ممدودة أو ألف مقصورة مثلا الدنيا وأحلى نلاحظ هنا بأن الحروف التي تسبق الألف هنا هي عبارة الحركة الإعرابية تحيي مفتوحة إذن كما قلنا في القاعدة عندنا الدنيا وأحلى أما الإسم المنقص فهو إسم معرب آخره ياء لازمة أكيد مكسور ما قبلها مثلا ما قبلها هنا هو الفاء نلاحظوا الصافية حرف عطفة الوا ومعناها أو إفادته الجمع وأيضا لدينا أو معناها أو فائدتها التخيير أو الطلب والتعيين ثالثا تحديد أركان التشبيه ونوعه في العبارة التالية لدينا أولا عبارة عن التشبيه التشبيه مثلا تعريفه هو عبارة عن جعل الشيء يشبه شيء آخر سواء في صفة مشتركة ما بينهما أو مقارنة بواسطة آدات بالنسبة لأركانه فهي لدينا التشبيه والمشبه به وأيضا آدات التشبيه اللي هي عندنا الكاف حاجة عامة يعني عامة نستعملوا الكاف ووجه الشبه اللي نقصد به الصفة المشتركة ما بين هذا الزوج الحبيج اللي خلاتنا نديروه تشبيه أما بالنسبة لأنواعه لدينا أول حاجة اللي هو التشبيه التام هو ما ذكر فيه الأركان الأربعة اللي هم التشبيه المشبه به آدات تشبيه ووجه الشبه التشبيه الباليغ هو اللي نذكر فيه فقط المشبه والمشبه به ولدينا التشبيه المجمل لنحذف فيه وجه الشبهة والتشبيه المؤكد لنحذف فيه الآدات إذن عندنا الجزء الأول العائلة هي الحاجة التي شبهناها رمز الاستقرار هو المشبه به أما بالنسبة لنوع التشبيه فهو تشبيه بليغ لأننا هنا قمنا بحذف الآدات ووجه الشبهة العائلة رمز الاستقرار نوعه تشبيه بليغ أرابعا استخراج من سنة طباق وتبيين نوعه إذن طباق لدينا أفراحه وأحزانه موجودة في السطر الثالث من النص أيضا نستطيع أن نقول نجاحه وفشله نوعه معنى الزوج هي عبارة عن طباق إيجاب إذن أفراحه أحزانه نوعها طباق إيجاب الوضعية الإدماجية ذات مساء علمت أمي أن عمتي قادمة في زيارة لنا فبدأت تنصح وتعلم أختي الصغيرة حتى داعي وتفهم معنى تكريم الزائر عند وصول عمتي أعجبني موقف أختي الصغيرة لقد كانت تستجيب لتعليمات أمي حول إكرام الضيف والإحسان إليها وتطبقها جيدا دون الوقوع في الخطأ وهذا يدل على حسن تربيتها ونشأتها إن تربية الأبناء على احترام الضيف وإكرامه صفة نبيلة وراقية وللأسرة دور كبير في غرس قيم ومبادئ إكرام الضيوف ولقد وصعنا ديننا الإسلام على إكرام الضيف وحسن معاملته وهذا بتقديم لهم أحسن الأطباق والحلويات اللذيذة وبالقدر الكافي والحرص على راحتهم لذلك وجب على الآباء توعية أبنائهم على أهمية الترحيب بالضيف وإكرامه ليشعروا بمتعة هذه العادة الحسنة بالنسبة للمكتسبات القبلية نعم هنا قمنا بتوظيف الأسماء المقصورة والمنقصة لدينا الأسماء المقصورة مثل الصغيرة أما المنقصة فلدينا أختي لدينا أيضا الكافي بالإضافة إلى توظيف حروف العطف مثلا لدينا الواو وأخيرا نقدم لكم مجموعة حكم ومعلومات منظمة تنظيم حسن للفهم والإدراك والاستبصار انتبه كل شيء يورث خطأ ما يورث هو الاستعداد أطفالك يرون ما تقوم به ليس ما تقوله لهم ربي ابنك كما تشاء انصحه كما تشاء عظه كما تشاء لا يمكن أن يكون إلا كما تعيش لا تستطيع أن تغير ابنك حتى تغير نفسك سلام ترجمة نانسي قنقر